بلش بي اليوم شو بتفرق تصاميم الفين وثلاثة عشر ب الفين وثلاثة وعشرين اوشي سعد صباحكم سعد صباح رؤية تنكيو كتير على الاستضافة الحلوة رح تفرق بالقماش هلأ روح كل ديزاينر رح تضلها موجودة اكيد بس الأمايش كتير رح تفرق هاي السنة ايش الفرق بين القماش الماضي والقماش الهاتف رح فيه انواع جديدة كتير داخلة يعني بس الألوان رح تضلها بيضة فيه قولد كمان رح يكون بالموضوع بنفس الأبيض مية بالمية طب احنا بدنا نشوف هيك شوية صور هلأ عبر الشاشة لحتى تورجينا شو الاشي المميز هاي السنة عام باقي السنوات بس بي اسألك سؤال بما يخص موضوع انه بيطلع ترند هاي السنة كل الصبايا بيقدر يلبسوا من نفس الترند ولا بيفرق على حسب شخصية الصبية لا اكيد لا يعني كتير انا بساعد الصبايا بهذا الموضوع كتير بيجوا زي ما قلتي انه على الترند بدهم يمشوا عليه هون ما بيكون بيلبق لهم اصلا فانا كتير بساعدهم بهذا الموضوع لا مش لكل صبية بيزبط للترند اللي بيطلع طيب احنا خلينا نستعرض الصور مع بعض لحتى نشوف شو احلى الترندات لهاي السنة في 2023 هاي الصورة الاولى مثلا احكي لنا عنها هذا 22 هذا 22 اللي هو كان مشكوك كريستال وسيلفر ومترزينه بخات سيلفر وشكينه كريستال السنة رح يكون فيه دمج بين السيلفر وبين القلد طيب دي اصلك سؤال هذا الفسطان بهذه الطريقة هذا النوع الجديد من هذا رفلز بس سؤال الفسطان القديم هو كان تقيل شوي؟ يعني كانت الموضة انه يكون تقيل وعليه كتير شوي؟ اكيد هلا رح يضله تقيل هلا بيرجع بالنهاية لزوء المصمم والعروس بس ممكن يكون اخاف بالوزن اخاف بالوزن طيب الفسطان الثاني اللي هلأ شفنا قبل شوي اللي هو كان موقعات انا مغرومة بالروفلز انا كتير بحب حتى في صورة هلأ بتشويها طريقة تانية برضو رفلز من التل بس هذا موضة السنة؟ يس السنة هاي الفين وثلاثة وعشرين مية بالمية طيب واش في كمان في بال ستان اكيد سيضله مكمل بس احنا الهلأ عم نشوف كله تقريبا من تحت الخصر عم بيكون عريض اه ايش بفرق الإيلوين مثلا ليش معنى ميالي لإيلو اسمعي بوضبط مع كل أنواع الأسام وكتير بيطلع لليلة مميزة للعروس يعني أميز لليلة بحياتها بيطلع كتير فخم طيب احنا هون انتقلنا لريش وبرلو لفستان ضيق هدا مش اينا هذا اللي كان من فترة كورونا فيس العراي صاروا يميلوا للاشي الناعم فعمل للاين يكون برضو اشي ناعم طب وريش كأن ريش بردو داخل بكثرة هاي الفترة اه بس انا رح ابعد اكيد لانه صرت تشوفي حتة على التي شيرت فتحسي صار هيك تشيب شوي فأنا رح ابعد عنه السنة اكيد فمن ضمن التفاصيل هذا شوي يعني تقليدي كلاسيك دائما منشوف مية بالمية هو دائما مزبوط صح وبيكون الطرحة طويلة البيل طبعا رح ضلها مكملة تكون طويلة حلو حلو جدا وبرضو في عنا هون الشك يمكن بفرق واللون بالضبط هو لونين البيس كان على أفوايد والشك كان أبيض طيب روبا بشكل عام الألوان بطلنا للتزم باللون البيض صار فيه ألوان كتير صح قدي انتي جريئة بانه نحنا انتكتر أكتر ما بتتخيلي كوليكشن عندي الجديد ان شاء الله وعندي عروس بشهر اثناش يعني الدرس تاعها رح يعمل نقلة قد ما فيه جرأة يعني بشكل عام انتي بتشوفي انه العروس لازم تلتزم بالألوان الفاتحة اسمعي او بتقدر تروح أخضر أحمر بردقاني مثلا لا ما تطلع عن الأبيض ممكن يلعب بالشك درجات الأبيض خيب مية بالمية درجات الأبيض يعني مؤخرا كنا قديرا عم نشوف كمان صبايا بيعملوا شوية تطريز مثلا على على فساطينهم او بيضيفوا لون أحمر وأخضر تحديدا هيك بتلاقي او بيربل شو رأيك في هذا الموضوع لا انا اكيد لا انا مع اني ألعب مثلا بدرجات البيض بألوان الشك يعني فيه درس عاملة ثلاثة ألوان الباس أبيض سيلفر وغولد بس أطلع عن هدول الألوان مستحيل طب صبية بدها او مقبلة على الزواج وبدها تنقي أفضل فستان لإلها لشخصيتها وأيضا لجسمها شو بتقترحي عليها شو النصائح بتحكي لها ياهو؟ أول إشيه بشوف أكتر إشيه لابع لإلها ولشخصيتها ولا مكان عرسها بحاول يعني اوصلها طبعا بيرجع لجسمها يعني قد ما فيه بحاول انه مش أفرد رأيي بس انه عطيها النصيحة المظبوطة طب ربا بدنا نكمل بقية الصور أيضا لترندات السنة من تصاميمك أيضا هذا غرامك زي ما انتي قلتي قبل شبك؟ أكتر معلومة وهون من شو لقماش المستعمل؟ كل طول طول ويكون تقيل؟ صدقيني لأ انتي شايفاني يمكي نهيوج شوية بس لا كوزنة أنا كتير خفيل طب هذا بلبق على البنت الطويلة مثلا مثلا الانحيفة بلبق على البنت البتيت البتيت اوكي والصورة اللي بعدها أيضا آيفوري شو رأيك؟ ايش بتحكي لعن هذا الفستان؟ مع بعرف بس يعني أنا بعشاء الفستان العروس اللي يكون بيطلة ملكية لدي هذا الفخام الأوفر فهذا كتير بشبهني هون إذا لاحظنا أنه أنت عاملة الهدباند أو الطوء طبع الشعر مش طرحة إمتى تستعملي طرحة وإمتى تستعملي تاج خفيل؟ هون كان في فوتو شوت أنا مع التاج والفيل على طول يعني مع دخلة أولى يعني فيرست لوك أكيد تاج وطرحة تاج وطرحة شوف أيضا كمان الصورة الأخيرة هون أكتر كمان لعبتي على ولعبتي كمان على قصة الكمام مية بالمية عملنا بكتوري هذا اللي الدرس يمكن ألوانه ليس كتير واضحة ثلاث ألوان هذا أبيض وسلبر وغولد وغولد طرزت بخيط دهبي وشكت بالسلبر بالكريستال السلبر طب هون بدأ نرجع شوي لقصة إنه منحط التاج ومنحط الفيل أو الطرحة بأول إطلالة للعروس كمان بالعب دور حسب شكل الفستان كيف ترفع شعرها كيف تنزله مية بالمية أكيد طب فيه شكل معين للعروس والعروس تقدر تكون مش بالضرورة مثلا تعرفي يعني العروسات دايما منحسهم إنه كتير بيكونوا مضغوطين من قدم الفستان هيك تقيل والإشياء اللي على رأسهم فيه أفكار تانية ممكن تكون أريح لهم يطلعوا بلوق كلاسي لسه وملكي لكن بطريقة سمبل أكيد بطريقة سمبل وبتشبهها يعني ما تبعد عن شخصيتها بالمرة هذا أهم إشي يعني ما يكون التقليد أعمى عرفتي مش إنه أنا شفت عروس أو صورة على الإنستجرام أطبقها أنا بدأ أعرف شو بيلبقلي شو بيلبقلي ملامح وجهي سبيشالي للميكوب والشعار والفيل والهيت بيس اللي بدأت تستعمله عليها أنا بمشي بس مو إنه أشوف صورة وأطبقها لإنه اللي بيلبقلي ما بيلبقلي اللي بيلبقلي ما بيلبقلي ما بيلبقلي هيك عرفتي كل حدا في شخصيته وجماله طيب روبا إذا عم نلاحظ يعني بيضل فسطان العرس له خصوصيته أكي ودائما فسطان العرس بيكون مش زي الفساطين العادية فسطان حتى صهرة أو فسطان عشر طبعا مية بالمية بس عم نلاحظ إنه شو ما تطورت الترندات عم بيضل فسطان العرس العريض من تحت وعم بيضل في الشكل معين بتروحي إنتي أكتر باتجاه إنه صبية بيوم عرسها لق تضلها محافظة على إطلالة العروس أكي هي يوم بالعمر عرفتي أي إطلالة تانية بتقدر تعيدها بأي مناسبة تانية بس لق العروس يعني بالذات ما فيها إلا يوم عرسها فعشان هيك أنا معي كثير إنه تكون يعني كثير مميز بيومها وما في هلأ مثلا هاي السنة الكمام دارجة أكتر الوف شولدر دارجة أكتر الوف شولدر رح يكون دارجة الفيكتوري اللي زي ما شفتي رح يكون برضو كثير دارج بس بالنهاية بترجع الجسم كثير بحكمك عرفتي في مثلا بنات ما بيزبط معها الوف شولدر أبدا يعني كتافة عريضة رح يعرضها بزيادة بالنهاية العروس شخصيتها وطبيعة جسمها كسمها هي بتحكمك أكدر كمان وبالنسبة للإكسسوارات ليس كثير شاطرة بس لازم تكون مثلا عجق الإكسسوارات إذا الفستان عجق أو شكوك لا أنا ضد يعني يكون إشي كثير خفيفة وممكن حتى العروس تستغني عن السنسال مثلا مية بالمية ممكن تستغني السنسال بس مثلا أنا مع حلق مع حلق يعني الإكسسورات صراحة ليس كثير أنا خبرة فيهم نصيحة أخيرة بدك تحكيها لكل عرائس السنة نصيحة إنه أول إشي قبل بوقت دوروا على الفستان بالذات إذا بدهم يا تصميم يعني كستمايز دائلهم وكل صبية تيجي عارف شو بيلبق لها هلأ كيف بدها تعرف شو بلبق لها ما هو هذا دور مصمم الأزياء يساعدها المشروب سادقيني كل البنات بيعرف هلأ إحنا أكيد أنا عني بساعد للعروس لآخر وقت معا حطة للميكب للشعر وبنصحها عن مين تروح بس برضه صادقيني كل بنتي بتعرف شو بيلبق لها شو ما بيلبق لها ربا الشيخ مصممت الأزياء شكرا جزيلا لوجودك بعانا وبدنا نبارك هيك لكل العرائس لهذا المو مستمر